موضوع الإدارة الحكومية وما بين وزارة التعليم العالي وهذه البروتوكول تم اعتماده من وزارة التعليم العالي وبعدين تم اعتماده من مجلس الوزراء ودلوقتي راح عشان يتبلغ بمجلس الشعب قوة الي الدفعة التالتة هنبدأ احنا بقى البرنامج اللي هو احنا بنتكلم عليه هيبقى ممول بالكامل من إسلاسك ان شاء الله حيبقى في عشر دفعات هتتاخدanton 50 الدفعة الاولانية ان شاء الله هتابقى في القاهرة الدفعة التانية هتتاخد هيبقى مركزها اسكندرية الدفعة الثالثة هيبقى مركزها أسيوت يعني بنحاول نحن نجيب المحافظات مع الوزارات الدفعة الوحدة قوامها بيبقى حوالي 150 واحد يبدأوا البرنامج إنما بيتم تنقيتهم من حوالي 300 واحد أو 200 واحد يعني بيترشحوا 300 بنقى منهم 150 بيبدأوا البرنامج فده الدفعة بالنسبة لي إن شاء الله إحنا ملتزمين أمام الحكومة المصرية إن إحنا هنعملهم 10 دفعات على مدى 3 سنين بحيث يبقى عندنا 300 واحد مع ماجستير إدارة أعمال قادر على أن يدير مؤسسته من 3 إلى 4 سنين غير كده إحنا لسه ملتزم دلوقتي برضو مع وزارة التخطيط والمتابعة إن إحنا بنقدم أربع منح دكتوراه في كل سنة في 3 سنين إن شاء الله هيبقوا 12 منحة بحيث إن إحنا نقدر ننقل هذا البرنامج أو الدبلومة بتاعة هذا البرنامج إلى المعهد القومي للإدارة فيصبح نضمن الساستينابلتي الاستمرارية إن مش بالضرورة بقى بعد كده يلجأوا لينا ممكن من داخل المعهد القومي الإدارة يتم برنامج دبلومة الإدارة العليا بعد كده اللي عايز يكمل ماجستير ممكن يجي إحنا عملنا عموما بالاتفاق مع وزير التعليم العالي إن أي موظف حكومي حي يدخل سواء البرنامج ده أو البرامج بتاعتنا الأخرى له 50% منحة جزئية ودي عملناها تشجيعا لولدنا اللي في الجهاز الإداري اللي هم يمكن في كتير منهم ما قطي حدش لهم الفرصة إنهم يعني يدرسوا هذا النوع من الدراسة أو هذا المستوى من الدراسة سواء في الجامعات الحكومية أو في المدارس اللي قبل كده فإحنا بأنه تحلوهم هذه الفرصة اللي تسمح لهم حتى يعني أنا دايما بقول للطلبة أنتو النهاردة أول ما أخدتو الماجستير ردارة الأعمال بقيتوا بدل ما بتاخدوا في القطاع الحكومي 3000 و 4000 جنيه ممكن توصلوا إلى 14 و 15 ألف جنيه في القطاع الخاص وده سعرنا ده سعر خريجنا من القطاع الخاص تقريبا من 15 ل 20 ألف جنيه شهريا لأنه استثمر الشهادة دي تمنها الشهادة اللي هم أخدوها تمنها النهاردة 100 ألف جنيه 100 ألف جنيه للفرد فبالتالي لما تلاقي مثلا مجموعة إحنا في 30 من الماجستير كانوا ممولين منحة إنما في 17 دفعوا على نفقتهم الشخصية 50% وكملوا على نفقتهم الشخصية وده يوريكي قد إيه هم حسوا إنهم فعلا الموضوع كمبي دانزي نوم